ينضم لنا الآن من بغداد مرسلنا حيدر الأسدي حيدر أهلا بك نأخذ منك تفاصيل أكثر حول ما حدث قرب كاركوك وهذا الهجوم على ما يبدو ينسب لداعش نعم هذا الهجوم بالفعل نفذه عناصر تنظيم داعش بحسب مصادر أمنية الهجوم نفذ على مرحلتين المرحلة الأولى عندما قامت مجموعة من عناصر التنظيم باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالهجوم على نقطة تفتيش في منطقة جنوب كاركوك هذه المنطقة هي منطقة تعتبر رخوة أمنيا مناطق جنوب كاركوك وشمال محافظة صلاح الدين قامت مجموعة من عناصر التنظيم تحت جنح الظلام باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة لمهاجمة إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية في مناطق جنوب كاركوك الهجوم أدى إلى مصرع عدد من عناصر نقطة التفتيش وعند وصول الدعم الأمني لهذه النقطة أو لمكان الاشتباك كان عناصر التنظيم يقومون بتفجير عبو وناسفة استهدفت المدرعة التي أتت لتقديم الدعم والإسناد لنقطة التفتيش التي كان قد قتل أغلب أفرادها خلال الهجوم الأول وبالتالي الهجوم الثاني تم بتفجير عبو وناسفة استهدفت المدرعة الأمنية وبالتالي أيضا أدى إلى سقوط عدد آخر من الضحايا من عناصر الشرطة الاتحادية في هذا الهجوم والآن تجري عمليات واسعة لتعقب المسلحين الذين شنوا هذا الهجوم ومحاولة الوصول إليهم وألقاء القبض عليهم أو قتلهم كما يحصل الآن من عمليات عسكرية هل هناك أي قراءة من أي جهات رسمية وغير رسمية لماذا هذا التصعيد الآن من قبل عناصر داعش يعني معروف هذا التصعيد حتى الآن لا يوجد توضيح رسمي بخصوص هذا التصعيد ولكن كما تعلمين داليا نحن خبرنا الساحة العراقية مع اقتراب أو مع انطلاق العد التنازلي للانتخابات يبدأ عناصر تنظيم داعش بشن هجمات مركزة في مناطق معينة في قرى ومناطق نائية هذا يؤدي إلى عزوف الناخب العراقي عن التوجه أو يحاول تنظيم داعش إيصار رسالة أو يشيء حالة من الخوف تمنع المواطن العراقي من التوجه إلى مراكز الاقتراع وبالتالي هذه هي الرسالة التي يحاول التنظيم إيصالها بأن المناطق التي يتواجد فيها هي مناطق غير قابلة للانتخاب أو غير قابلة لمشاركة المواطنين في العملية السياسية وبالتالي هو يحاول أن يحبط أو يفشل العملية الانتخابية ولكن بالتأكيد العمليات الاستباقية العمليات الهجومية التي تشنها القوات العراقية أبعدت كثيرا هذا الشبح ولكن الخروقات الأمنية موجودة كما حصل هذا اليوم وهو يمكن القول بأنه خرق استخباري لأن المجموعة التي شنت هذا الهجوم وكان هجوما منسقا من المفترض أن تلاحق استخباريا ومن المفترض أن يحبط مخططها قبل أن تبدأ بعملية التنفيذ كما حصل يوم أمس شكرا لك مرسلنا حيدر الأسدي كنت معنا من بغداد